هناك موضوع آخر وإن كان مرتبط به بشكل غير مباشر لكنه يهمنا كثير وهو المزيد من انهيار سعر البترول المفروض في عالم في هذه القلاقل كلها قلاقل في الجزيرة العربية حيث البترول أهم مصادر البترول في السعودية في الإمارات في الكويت قلاقل في ليبيا في مصر قلاقل في سوريا قريب من تركيا قلاقل قريبة من أوروبا خاصة مع اللي يسموه هم الهجرة غير شرعية ومع اليمين المتطرف قلاقل بما يقوم به ترامب ومن مشاكل على مستوى العالمي كالمفروض أن أسعار البترول ترتفع لكن الأسعار البترول الزيت انخفضت أمس إلى 9% انتقلت أمس كان أمس واليوم بطبيعة الحال هو من أقل أسعار البترول منذ 2008 في أكبر انخفاض يومي منذ ديسمبر 2008 هبطت أسعار خام برينت بتسعة فاصل ربعة بالمئة عند التسوية وبلغ سعر البرميل خمسة وربعين دولارا فاصل 27 عندما نقول شكرا يا سليم عندما نقول سعر برينت دائما السعر البترول الجزائري هو شوية أغلى من البرينت تستطيع أن تقول في حدود خمسة بالمئة معناها اليوم يوم الجمعة سعر البرينت الجزائري بيع في حدود سبعة وربعين دولار بينما البرينت في حدود خمسة وربعين دولار شكرا يا أي توزيت ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بالنسبة إلى الجزائر مزيد من انخفاض المداخل 98% بعد 58 سنة من الاستقلال 98% تأتي من البترول الغاز هناك من يقول 99% حتى في الثمانينات حتى في السبعينات والثمانينات لم تصل نسبة الخضوع للبترول أكثر من 95% كنا نبيع شوية بعض الأشياء في حدود خمسة في المئة من الإنقلاب خاصة منذ ما يجيبوا تفليقة زاد الارتباط إلى أن بلغ ما يقارب 99% فهذه واحدة بالحقيقة إذا كان لدينا أكبر دليل لما يقول لك بعض الناس وعلاش تقولوا دولة العسكر وورا حكم العسكر وكيف تشوفوا بالفشل هذا النظام أكبر دليل إذن تخلينا على أدلة أخرى وضعناها مجانداً على فشل الدولة الجزائرية نتيجة للحكم العسكري المباشر وغير المباشر نتيجة اللي سيطرت دولة الحنوشة على البلاد هو أن بلد مثل الجزائر بما فيها من مساحة عاشر مساحة في العالم بما فيها من ثروات بشرية وبما فيها من ثروات مادية أخرى لا تبيع لحد الآن إلا البترول والغاس مداخلنا من الخارج بيترول وغاس وجزء من هذه المداخل ينهب ويهرب بشكل يومي إذن ما يحدث في السعودية مهم تأثيرات أساسية نتمنى أن يؤدي ذلك إلى تفكك حكم آل سعود وبكل تأكيد أن ذلك سيؤدي إلى تفكك نظام الإمارات وحكم الإمارات وربما كل الأنظمة الخليجية القائمة والأنظمة الخليجية وإن تفاوتت في درجة فسادها أو في درجة مذرها على البشرية عمواً وعلى المسلمين خصوصاً فإنها كلها أنظمة صناعة استعمارية كل الأنظمة القائمة في الخليج أقامتها بريطانيا بشكل أو بآخر ثم تولت أمريكا حراستها وحمايتها ولذلك في كل هذه الدول الخليجية أو الدولات وهي أسر اليوم يوجد تواجد غربي عسكري وأحيانا حتى رهم حابين يلجؤوا للصينيين وللروس تقريباً في كل هذه الدول الستة عمان، قطر، بحرين، الكويت، الإمارات والسعودية تتواجد قواعد غربية أمريكية بشكل خاص ولكن أيضاً هناك قواعد فرنسية هناك قواعد بريطانية إلى آخر رحيلهم سيكون هزة خاصة النظام السعودي والإماراتي هزة كبرى وستدفع الأمة ثمن ذلك بكل تأكيد لأنها تأخرت كثيراً ولكن في النهاية بعد سنوات ستعود تلك المنطقة منطقة إشعاع ديني وربما حتى إشعاع حضاري وتقوم بدورها مع منطقتنا اللي هي أيضاً خاضعة لأسر عسكرية كل هذه الجمهوريات في المنطقة العربية هي خاضعة لأسر عسكرية ولا تقبل إذا استثنين تونس ولا تقبل أي تغيير حقيقي وإنما تغييرات شكلية وهي أيضاً صناعة استعمارية وعلى الأقل لما صنعهاش الاستعمار مباشرة مثل ما هو الوضع في الجزائر ساهم فيما بعد باختراق النظام وصناعة المجموعة الحاكمة لخدمة هذه القوى الكبرى